السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كثيرا يلبس لكم باخير نتمنى تكونوا باخر وعلى خير فإنما كنتوا تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديالي وماجد إن شاء الله غادي تقسم معكم أكلة الديدة ما تشبعوش منها يمكنكم أيضا ترفقوا بها الأطباق ديالكم الديدة بسيطة سريعة في تحضير ديالها غادي نحتاجوا فيها إن شاء الله فقط البصل طماطم والففلة ما غاديش نضيفه فيها لا لحوم لا كفتا لا طن لا حتى شي حاجة فقط بها الخضيرة هذي فقبل من بدو الفيديو ديالنا أخوت إخواتي كثم العادة منسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين كذلك أخواتي ما تبقروا شريع بواحد اللايك على الفيديو وانتو معك تفرجوا ولكتو الأول مرة تشاهدوا الفيديو فكنوا بقولكم مرحبا بكم في قناتي اشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا كل ما هو جديد فاندوزل المقادير وطريقة تحضير مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله في واحد الكوكوت هنا غادي نخدم معكم غادي نخدم معكم طريقة وغادي نتكر معكم أيضا حتى المقادير كل شي في نص الوقت خديت هنا واحد تنجرة او كوكوت وغادي نوضع فيها ثلاثة الحبات بصل اللي مقطعين مربعات بها الطريقة هادي بالنسبة للبصلة انا عندي صغيرة لاش استعملت ثلاثة دي الحبات إلا كنت عندكم البصلة كبيرة يعني الحبة دي البصلة كبيرة استعملوا غير حبة وحدة اراها كافية صافيك نقطعها بها الطريقة هادي من بعد ما قطعنا هنا البصل تمضي لكم مربعات ايضا غادي نستعملوا حبة دي الفلفلة او دي الفلافل حتى هي غادي نقطعها بنفس طريقة يعني نفس طريقة اللي قطعنا بها البصل بالنسبة لهنا واحد الملاحظة اللي كانت تعزيز عليكم فلفلة حرة يعني يعزيز عليكم الحرور نضيفه واحد الحبة صغيرة من فلفلة حرة كنت تعطي الصراحة واحد المدق رائع جدا انا هنا ما كنضيفه شغيرة على حسب الوليدة تركوا معارفة الوليدة الصغر يعني ما عزيزش عليهم الحرور إلا دقوا الحاجة والقواة حرة ما كياكلوش منها صافيك غادي نقطع ذاك الفلفلة حتى هي بنفس طريقة ومن بعد خديت هنا لسة دي الحبات دي الماضيشة او دي الطماطم اللي نقيتهم يعني حيت لهم ذاك القشرة من بره وغادي نقطعهم حتى هماء بنفس الطريقة مربعة اللي هي صغيرة كناخد هنا نص دي الماضيشة او دي الطماطم ومن بعد كنقطعوها بها الطريقة هدي بطبيعة الحال كنقطعوها بها بذاك الماديرها يعني ماضيشة او طماطم ما كنعزروهاش من ذاك الماء اللي كيكون فيها يعني كنقطعوها بكل شي هنا نبعد ما قطعنا الباصل الفلفلة ماطيشة كلها قطعناها بنفس طريقة مربعة ليا صغيرة هنا عندي ايضا واحدة ربيطة ما بين قصبار ومندلوس يعني دي الربيط صافي وغادي نقطعوه حتى هو كما قطعت لكم هذه الأوكلة هدي كتجيب حل شكل يعني دي اللي زعلوك يمكنكم كما قطعت لكم ترفقوا بها الأطباق دي لكم كتجي لديدة ولا يمكنكم تاكلوها غير هكا كتجي لديدة يعني غبرة خضيرة لا تشبعوش منها فيها فقط البصلة ماطيشة الفلفلة لا تشبعوش منها وكلها لديدة مزه هنا بعد ما قطعت ذاك الكيميه دي الربيع ما بين قصبار من بلوس ايضا غضي نضيف ثلاثة دريسين ديال التومة حتى هما غير غضي نقطعوه يمكنكم يعني تحبكوها في عوض ما تقطع التوم يمكنكم تاخذو الحكاكة و تحبكوها كيبقي لكم الاختيار أنا بنسبة للوصف هدي كتعجبني التومة يعني كي كتعجبني جودك طريفين ديال التومة باينين كما كنقولو صفي هنا يا غضي نضوز و غضي نضعوا التوابل هو الحاجة غضي نحتاجوا واحد الكمية ديال الملح اللي كتبقى على حسب الضوقة ديال كل واحد ايضا راس معلقة صغيرة من ابزار او الفلفل الاسود ايضا عبنا هنا يا البابريكا او فلفل الحمراء او المنيوراء مو بكل بلاسو كيفاش كتسميها كنضيفو منها نص معلقة صغيرة ايضا نص معلقة صغيرة من الخرقوم البلدي و غضي نضيفو حتى سكين جبير حتى هو نص معلقة صغيرة منه وهنا غضي نستعملو اربع كاس ما بينزيت زيتون و زيت نباتية انتوما اربع كاس ما تزيدوش فوقو يعني ما تزيدوش الزيت باش ما تزيدوش بالنسبة للكمية هذي انا كنستعمل فيها فقط نص كاس ديال زيت ما بينزيت زيتون و زيت نباتية بنفس الكاس كنو اللي نضير فيه الماء صافي ونخلط ما غضيش نزيدو الماء دبع بصفة نهائية بطبيعة الحلحة الخضيرات ديالنا يعني كتكون فيها الماء اطلق الماء نضيف فقط نص كاس ديال ما غضيش نزيدو الماء كتر من هاد الكميه هذي هنا غضي نخلط كل شي مزيان يعني التوابل مع الخضيرات اللي قطعنا الخضيرات اللي قطعنا ومن بعد غضي نقفل على الكوكوت ديالي غضي ناخد المغلقة ديالها غضي نستعملها مزيان غضي نضيف لها صفارة غضي نخلي الكوكوت ديالي حتى تبديت صفارة يعني حتى تبديت دور صفارة كنقاص للنار نجد نار مهيلة و نحسب لها 10 دقائق بعد 10 دقائق نضغط عليها النار نحلت معاكم شوفوا معايا جهية هذه نارها واجدة صافية نزيدها نجد نينة نرى العنق نوضغط على المدينة نضغط نقوم بسهلة نضغط تقديم ننجد كل مكان رائعة جدا او يمكن لكم تناولوها غير هكذا بدون الطبق يعني غير بوحدة الصراحة كتزوينة مع خبيز كتزوينة رائعة جدا صحية مية في المية فنتمنى من اخوتي اخواتي اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم نصفة تبارتاجي وها مع اخوتكم وصحابكم مع بعض الناس اللي تعرفوا فضلا وليس امراني لك تجداد والاول مرة تجدوا الفيديو لك تجدوا القناة نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تصلوا بكل ما هو جديد ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم تعرفكم زوينة المحفيزة على الفيديو ونتمنى من كل قلبي انا الوصفة دي اليومة تكون لنالت اعجابكم مغي تجربوها على حسابي ما غديش ندمو كي تجيل ديدة ما تشبعوش منها فقط بالخضيرة الصحية مية في المية كيف ما لحظتوا معي نتمنى انكم تجربوها وتردو عليها في المية كومات اخوة اخواتي شكرا بزافة على حساب المتابعة ديالكم وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله سلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة شكرا